عارفين أكبر مشكلة بتواجه الناس إيه؟ أجهزة كهربائية حرقت في ناس عندهم الأجهزة ضربت فكمان دي أزمة أخرى وهو خلي بالك الكهرباء فجأة كده تروح قطع أو تبقى راجعة فجأة تضرب يعني أي حاجة في ناس اتأثرت في خسير حصلتش في البيوت ولازم نعارفين الحكاية دي إنها حدثت بالفعل في أماكن كتيرة وأنا دايما أقول لكم أهم حاجة المواطن لما يقول لك إلحق دا عندي كذا إلحق يا جماعة إحنا مش عارفين نقعد الدنيا حار من أصوان يكلمك بكلمكم بجد من أي حتة ما فيش حتة ما فيهاش أي منطقة فيها قطع كهرباء ما عدا ما عدا إيه هو اللي ما عدا خد الأماكن دي اللي فيش هيها تخفيف كهرباء تخفيف أحمال جميع المواقع الخدمات يعني إيه خدمات أي مكان حاجة بتأخذ منه خدمة ما فيش قطع كهرباء المية شركات المية صرف الصحي مستشفيات إيه كمان مناطق السياحية المصانع كل هذه الأماكن ما فيهاش قطع كهرباء كل ما هو بيقدم خدمة للمواطن خدمة عامة لا قطع للكهرباء فيها لأنها إزاي قطع الكهرباء عن مستشفى؟ عن محطة مية؟ محطة صرف؟ عن اسم شرطة؟ ولا مدرية أمن؟ ولا وحدة تمرور؟ أو إسعاف؟ أو فيش الكلام ده كل هذه الخدمات خارج تخفيف الأحمال طيب كل المحافظات يشملها قطع الكهرباء كل محافظات باستثناء المحافظات السياحية نقطة نول السطر يبقى الباقي يعني عندنا في سهاج في البلد بيقولولي ده يا دوب بتيجي شوية أربع مرات خمس مرات في اليوم بتكلم على القرى هو أنا بدي نموذج عندنا أماكن هنا في القاهرة تلاقي المرج ولا رود الفروج ولا مش عارف حتى الدقي حتى الدقي مش مستثنة من ده فيه أماكن خد على ده زي ما انت عايز المعادي المهندسين الدينجات المنصورة يعني أقولك على كفر الشيخ بورس يعني كل الأماكن كله فيها قطع كهرباء فيش حاجة مفهاش طب هل ده وقت تاني بالمناسبة تختلف مكان لآخر في بعض الناس كارابة تطع عندهم ساعة بالزبط ساعة تمانية جيله الساعة تسعة الساعة سبعة جيله الساعة تمانية الساعة تلاتة صباحا جيله الساعة أربع مثلا سبعة ساعة